السلام عليكم كيف تعمل عليكم صحيح لباس ان شاء الله تكونوا باخر وعلى خير ومرحبا بكم معي فيديو جديد مع وصفة جديدة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم حريرة غزالة بزف بلا طحين بلا شعرية بلا تشي حاجة فيها البنات البلبلة ديال الشعير او لا تشيشة ديال الشعير كتجي غزالة بزف ديال هاد البرد تمنى تعجبكم الوصفة وتخليكم مع الفيديو باشتشوفوا قاعد المقادير وطريقة صحتها وصفة البنات المقادير اللي غنحتاجون عندي هنا واحد سبعة ولا ثمانية ديال المطيشات المتوسطين غسلتهم زيان حياتهم زرعة وطحنتهم في الماكينة وطحنهم هما البنات المونينيكس او لا فطحانة مهم مطيشة مطحونة عندي هنا واحد اربعة ديال البصلات الليته هما متوسطين مطحونين عندي واحد شوية ديالعدس تقريبا كالصغير ديالعدس اللي فزقته في الماء يكون طيب وعندي البنات البلبلة ديال الشعين بدلو شوية مطحين شوية مشاعرية كما كتعرفو الشعين في بزاف ديال الفوائد وعندي هنا البنات الحمص اللي هات الحمصانة عندي مسلوق يعني طايب غنخليسان اخر مرحلة وبالنسبة للحم معا من هنا غي واحد شوية ديال طريفة ديال الحم ومعلقة صغيرة ديال السمن الكيمية كسبقاليكم بغيسوا تعملوا يعني بزاف عملوه وعندي القاس بلون معقلوس لمقطع رقيق مزيان مزيان كما كتشوفو مقطع رقيق مزيان مزيان وبالنسبة للكرافص اطحنصو في الماكينة صافي تحنصو باش يعني ماشي تحنصو سبديت لقل اللون يغي شوية باش مي مجينيش باين يعني كما كتعرفو ذاك الطريفات صاد وصف البنات بنسبة للعطرية عندي شوية القرفة كتشي غزالة في هاد الحريرة اللي بزار سكين جبير الخرقم البلدي والملحة على حساب الضوء هادو هما العطرية اللي غنستعملوا واحد معلقة كبيرة ديال زيت سيتون انا كتعجبني نعمل واحد معلقة كبيرة ديال زيت سيتون خصوصا في هاد الحريرة هدي ديال الشعير وصفي وعندي هنا يا مطيشة الحوك تقريبا هنا واحد لصدية المعالق كبار وصف البنات غناخد هنا يا واحدة طنجرة انا نستعمل هالطنجرة ديال الطين كجي فيها الحريرة غزالة بزاف صراحة كنستعملها بزاف الحاجات وصفي عملت هنا يا معلقة ديال الزيت اللي اتكرت معاكم مهم ديك المقادير كامل يلحام كل شيء بالنسبة لبنات القصبر والمعقنوس تقريبا عملت هنا يا واحد ثلاثة ديال معالق كبار عامرين والكرافستهوة عملت واحد جوج معالق ديال الكرافستهوة يعني عامرين وصفي غناخد فيك العطر ايام ونخلي غير العدس والشعير هو اللي غناخده تنقلي هاتشي مزيان مزيان بالنسبة لشعير غناخده كما اكتلكم ما انا ما ننضيف لطحين لساشي حاجة يعني غنضور هات الحريرة بالشعير بالبلبلة ديال الشعير وصفي غناخد نقلي هاتشي مزيان 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 يعني الحريرة البلاس فاشك تقليوها بحال هكذا كتجي بنينة بزاف بزاف يجربوا هات طريقة وكما تشوفو طريقة سهلة اوصف الربناده بغان عمل العدس كما اقول لكم الحميسة عندي طايبا خليتان neoخر فاش كندور الحريرة بالشيشة هند divideعتا الحميس الذي كندوق الان لون شوص طيب طبيعا Portugal عدفو من الاول مع الحم و alto حميس وكل 커�حر اعلام كافي اللي غير يتفي ذويب الحريرة حطر تدخلط horrifying نحن نشحرها ونقليوها مزيان كتجي الحريرة بنينة بثف بثف اذا بغنعمل الماء بنسبة للماء سيكون الماء غليان من احسن الماء فاشنضيفه في الحريرة سيكون غليان سوف نعمل القياس الكافي اللي غطيب في الحريرة مزيان واللي غطيب ندوره كل شيء يعني ما غنزيتش الماء من بعد في حال هكدا وغنغطي عليها ندخل كل شيء طيب وصفية الحريرة بعد ما خليتها طابت خاطره الطريفة الحم طيبين مزيان مزيان العدسة طيب وما البس له مطيشة خلاص بزربيه وصفية تبقى طابت مزيان مزيان سوف نضيف لها تشيشة بنسبة تشيشة سوف نعمل انا وحد ثلاثة الماء الخشب عامرين مهم لحسب تموش كتبغي الحريرة ديالكم تكون شوية غفيفة او لا تكون هيدا عقدة مهم تموش انه كتبغي انه كتبغي عقدة بزر بزر دي شوية هيدا خفيفة ولكن ما شميها مهم كما غير يوضح لكم الفيديو وغنضيف البناتك السرصة الماتيشة اللي كنخليها تاهية تالخير بشكل محافظة على اللون الزويل وصفية البنات دبافة المرحرة نضيف الحمصة حيث كما قلت لكم عندي طيب سوف نضيف كل شيء طيب مع بعطيته طيب لنا تشيشة كما تتعلم سوف نضيف بالنسبة للطنجرة لا تبقى فقفها لها لا تلصق شيئا نضيفها ونضيفها وفي نفس الوقت لا تلصق نهائيا سوف نضيفها وكل شيء طيب كل شيء كما ترون اخر سوف نضيفها سوف نضيف قصب مع 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 قصب ونضيف البنات حريرة في عضل ونضيفة نهار اليوم وتجربوها في هذا البرد صراحة زوي ونوتين وليداتكم صحية في هاي شي حاجة في هاي حاجة زوينا مرة مرة نعطيوني وليدات انا وليدتني ما كيكلوش بزاف الخضراء ولكن هاد الحريرة هادي بالضبط كيشربوها لي صراحة كتعجبهم بزاف وكنعملها لهم وخط لي ما لا نشاركها معكم وصافي هادي هي الوصفة دياليد نهار اليوم انتمنت تعجبكم ولا اعجبكم الفيديو شكرا لكم على المتابعة ونطلقى ان شاء الله في الفيديو جديد مع وصفة جديدة وخليت لكم راحة الله وبسلام عليكم